أباً ما بيعرفوش يفرقوا تحديداً ما بين الرعاية والتربية علشان خاطر يقدروا يقدموا نموذج سوي وبيخلطوا أحياناً الأمور على بعضها لكن إزاي يتم تربية الأطفال بشكل إيجابي وبأسلوب بسيط على أرض الواقع ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا النهاردة مع الدكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل السلوك اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الفل دكتور نور صباح الفل عليك صباح الفل عليكم دكتور يعني مفروض نسأل على الأخطاء أنا عاوز بس أقول على حاجة هو فكرة أن أغلب التعليقات فكرتني كده أو ديتني فلاشباك لمسلسل ونيس الفنان الرائع محمد صبحي لما قال لك اتفقت أنا وزوجتي أن نقدم أو نربي أبنائنا على القيم والأخلاق بس دكتور نورو يسمى على طول أيوة نربيهم أننا نربي أنفسنا معهم إينا فيه يحصل طبعاً أرسر بير كان بيقول إن كان فيه قصة مشهورة جداً ممكن تقدولي الإيكوة اللي إحنا بنتكلم عليها بتقولي إن كان عجب وقوي منظر إن فيه طفلة قاعدة جنب والدتها وبتقرأ في كتاب فجت واحدة تقول لها أنت إزاي عرفتي تقنع بنتك إنها تسيب الموبايل وتمسك كتير الكتاب قلت لها ولادنا مش بيسمعونا ولادنا بيقلدونا الطفل بيتذكر الشيء لو حصل قدامه 10% وبيبدأ تذكره 90% ويبدأ يمارسه لو اتكرر قدامه أكتر من 5 مرات إحنا إنعكاس ولادنا إنعكاس لينا وصورتنا واللي إحنا بنتعلمه في أحضان أمهاتنا لا يمحى أبدا إحنا صورة عشان كده كان بيقول في الكتاب بتاعه لو ابني كان عليم الشخصية فتأكد إنك مش بتحمله المسؤولية أو دايماً تهديد لو ابنك دايماً ما كانش حاس بالرضى فهو كان يبقى عنده مرض إشباع رغبات دايماً أنت بتدليله زيادة ولو كان ابني من الشخصيات الاتكالية فأنت ممكنش بتخليه تحط تسكات عليه أو مسؤوليات فطلع شخص غير مسؤول فإحنا المسؤولين عن أولادنا إيه دكتور دا ما يعيشه يدلعه ويعيشه ينبسته وطول ما لقدر ساعده ساعده وطول ما لقدر عمل سابورت عمل سابورت إيه المشكلة؟ طيب حلو قوي فيه فرق من نعمل مساعدة لإبني ونندلله طيب خليني نقول دا ودا يعني على الاعتدال إيه اللي بيحصل أوقت؟ بنبدأ حياة ولادنا صورة من القمع لهو إيه دايما اضحكوا في الصورة اتصور غزبا عنك كخ يا بابا عيب يا حبيبي لما تجبر هتفهم هو كده وخلاص إنها زغرة العين اللي بنعملها وإحنا صغيرين كل دي مالها دي دي في التقاليد أدبيات الأمم وموضوع زغرة العين أنا دايما بقول إحنا بنطلع جمع النقصة بنطلع ولادنا مش عارفين يجربوا أنا خايف إيه من يجرب رغم إن حد قبل دخول المراقة حد 9 سنين المرحلة دي استكشاف نفس أعمل نفس أجرب بعد كده بتخش آه ممكن تخش فيه في المخاطرة في المراقة بس هو نفسه يجرب فأنا بطلع السيناريو بتاعه اللي هو ما يجربش أي حاجة طيب أنا كان عندي مدرس التاريخ ربنا يدي له الصحة ويبارك في عمره يعني كان أستاذ عبدالله فرق بوشهادي أتذكر لما دخلنا سنوية عامة كان عنده فلسفة مختلفة في التربية والتعليم كان حتى يقول لنا دايما إيه؟ جربوا كل حاجة اغلطوا أنا لو أنا قلت لابني ده ممنوع هيروح يجربوا من ورايا لأن الممنوع مرغوب صح فرب أولادكو على ده شايف إن ده صحة ولا غلط ما هو برضو اللي أنا خليه يجرب حاجة محرمات وليكن إزاي هعملها؟ وزاي هبقى أقب قدوة ومثالي اللي أنا أخليه يروح للحاجة الغلط بإرطتي عشان ما يعملهاش من ورايا أنا دايماً بقول إحنا لازم نبدأ نديله وعز الديني ولازم نبدأ نتابعه يعني بيبدأ من هم صغيرين مايفعلش يمسك كوباية الصخرة ويعني أنا ما شايف وإحنا صغيرين تفكرنا أحسن أنا أقدر أعمل ده فأنا بقى تلفين نقدر يفعل نطر من حاجة عالية وإحنا صغيرين بنفكر أنا أقدر أعمل ده مش بشوف توابع الحاجة فلو جرب وأنا جنبه طبعاً أنا بكلم في حاجة طبعية نوع عايزة جرب لعبة معينة عايزة جرب شيء فوليني وأنا جنبه يتلسع وهو صغير بس هو قدامي فأقدر أعرف أتعامل مع الموقف يعني كان فيه طبيب نفسي ودخل كل الطب عشان موقف صغير لما أمه والدته لما وقع الإزازة بتاعت اللبن وكسرت ما زعلت لهش بعد خلته يساعدها في لم اللبن وهي لمة الإزاز وعلمته إزاي تمسك إزازة فاضية وإزاي تمسك إزازة مليانة إزاي نتعامل معهم هي دي مش كده بس إحنا بنعمل القمع اللفظي أو البدني لأ الأكستريم من اللي هو أنت ما تجربش ممكن لحظة تقصر عشان دي حاجة أصيلة عند أي أمة مصرية منا نعيب نتكسر كباية وصغير هتقول له إيه فداك يا حبيبي ولا لا إن شاء الله ما يكسرش حاجة حاجة بتتكلم في مثل وحاجات يا دكتور إزازة يا دكتور الله يبارك لك يا دكتور كباية إيه اللي تتكسر وإزاز إيه عارف داي ما إحنا كده إحنا عاوزين ربي الأم والأب أولا قبل 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 من ربي الأبناء وده حقيقي إحنا عاوزين ربي أولادنا مفهولين ربيهم قبل ولادتهم بعشرين سنة عن طريقة تربية الأب والأم هم انتاج لنا هم الصورة بتعاتنا بعرف همسك الإزاز كويس قوي والله الحمد لله هو السؤال اللي إحنا مفهولين نسأله فعلا هل أولادنا قصدين يغلطوا في الأول لا على حسب رد فعلك خالص هم بيجربوا بيستكشفوا يعني أقولي حاجة الولد والله يا دكتور في الأول وفي الآخر يعني ما أعتقد وأنا جبير دلوقتي لما أنا بعمل حاجة غلط أنا عاملها نوع من أنواع الرزق ربما تكون مكاسبها أكبر بالنسبة لي لو جدت صح يعني أصحوص غير استكشاف صح انت هتعمل إيه لو كان من شخصتك يا جولة وانت قمعته كخ يا بابا عيبي حبيبي ما تعملش كده زي بالزبط انت بتطلب ان الطير يطير بغير الجناحات طيب كنت أديك ثلاث أمثلة الأهل سابلهم فرصة ان هم يجربوا نيوتين التفاعة نزلت عادي جدا الأهل دايما بيزقوا عمل قانون الجاذبية أرشميدس لأ المايا خرج برا المسار أو مساحة بتاعته فعمل قانون الإزاحة صحيح شكسبير كان والدته أمية لا تقرأ ولا تكتب بابا جزار أفلطون اتعلم القراءة وهو عنده اتعلم اللغة العربية وعنده 45 سنة بس في أهل دايما بيخلق أولادهم يستكشفوا مش يخطروا في فرق بين المخاطرة والتهور أنا بخاف من التهور أنا عايز أختلف شوية في حاجة سؤال طبعا إحنا مش مختلفين أبدا عن فكرة أن الأولاد لازم تجرب وأن الأهالي لازم يقصيبين لأولادهم فرصة التجربة مرة واثنين كمان مش من أول مرة يبتدي يقولوا شفتوا أنت منتش عارف ويعني لا يقمع الطفل أبدا ولكن خلينا نتفق يا دكتور أن قد يكون ما كانش في الأمراض اللي كانت موجودة دلوقتي أو ما كانش إحنا عندنا الوعي بالأمراض الموجودة دلوقتي في أطفال كثير جدا بتعاني من عدم التركيز في أطفال كثير جدا بتعاني من عدم السنبات المفعالي ADHD بأنواع وبقى حضرتك أضرمني منها فقدرتهم على التحكم في نفسهم يعني الولاد بتبقى كأنها مسكة زي ما بنقول باللغة الدرجة دي القطة يعني طول الوقت المبارد بتقع الكبايات بتقع الكدب بتقع أي شيء وده بيعرضهم وهم لمخاطر حقيقية مش باتكلم أن احنا نحطهم جوا قفص ونمنحهم ولكن احنا الوضع اختلف عن زمان أكيد بس خلينا نقول أنا مفروض أول ثلاث سنين في حياة ابني أنا اللي بعمل المشكلة وبطلعه شخصية سوية أو بطلعه شخصية غير سوية يعني خلينا لهو كان شخص طبيعي ومنعته منعته دي على حسب شخصيته يعني لهو كان شخصية خجولة هيتحول للشخصية التكلية في أسرع وقت صحيح طب لهو كان شخصية قوية لا هيقول لا هو من أول سنة ونص سلاثين يا جماعة نفس أعراض المراهقة أنا بيت شخصية موجودة لها كيان هابدأ أخذ قرار فساتها أنا مستمتش حاجة أنا لازم أبدأ أديله أنا أنا من نسبة لي مهمة جدا لفكرة كاراكتر بيلدين بناء الشخصية أبدأ أديله المحتوى اللي هو محتاجه بسأنا بعمل إيه بقى أنا بسيبه ده من تلفزيون وده من مومبايل وإن أنت بتحكي فيه والأمراض المستحدثة علينا كلها جاية من مادة الملوتينين كلها جاية من الحاجات الزرق المادة الزرق اللي بنتفرج عليه ADHD تشريد انتباه نقص تركيز ممكن تخش في صعبات تعلم تأخر نطق عدم التركيز حتى العضوات دقيقة فكة مسكة ألم والحاجات اللي بتقعها مع كل ده أنا اللي بحطه على اللاين ده أنا بقى لو ساعتها أقول أغلب الأعام يعني في مرحلة عمرية معينة في الدراسة ما بقتش خلاص الألم موجود فالمهارات بتاعت النويلسك أصلا دي ما بقاش محتاجها هو محتاج يدوس بس 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 باعه أكتر ده مهم بس الفكرة برضو أنا بشوف إنه مش كل حاجة صحة على مدى يعني مش كل حاجة صحة على آخر وفيش حاجة غلط على آخر الفكرة كلها في الاسباية أه الاستخدام وعدد الفترات الأطول يعني أنا مثلا لو كنت خلينا نقول على فكرة لو ما خلتش ابني يخاطر مش يخاطر دي ده قدامي لو هيبدأ يجرب قدامي هيعمل حاجة من وراي وهتبقى كارثة يعني إحنا أنا أفكر جدا فكرة اللعبة الجنية النارية اللي ظهرت في إنجلترا اللي هو عشان نحن ما كناش قاعدين مع أولادنا فمسك الموبايل لفترات طويلة أنت بتعمل لحد ما وصل إن بقى فتح الغاز فالبيت بيهنفجر أي لو كان فيه تدخل أهل اللي بقى بقى فترات طويلة وكان فيه استثمار لوقت كان فيه كراكتر بيلدينج عشان أعرف الشغف هو كده كان عنده شغف دي سيمة المرحلة هتقتل الشغف تأكد إن ابنك يطلع شخصية غير سوية أحتوي نعم طيب دكتور ظهر مؤخرا فكرة مسمى أو ما يعرف بالتربية الإيجابية أو التربية الحديثة إيه هي التربية الإيجابية أو التربية الحديثة وإيه أوجه الاختلاف ما بينها وما بين التربية اللي احنا تربناها احنا ما تربناش تربية إيجابية أو تربية كنا من ربي يعني أبناء أو أبائنا كانوا بيربونا ما كانش يعرفوا والله ساعتها دي تربية إيجابية ولا مش إيجابية وأعتقد كل أب وأم بيربوا أولادهم على ما تربوا عليه حقيقة لكن النهاردة كمهية الصبر كانت موجودة عند أهلي أنا معدي شبعها دي نقطة مهمة هل مسمى التربية الحديثة ده ظهر مع وجود الفوارق وجود الحقب الزمنية المختلفة وجود المدخلات الجديدة علينا يعني أكيد أنا في جيلي في الثمانينات تحديدا أنا جبير شوائتين يعني 86 في جيلي ده ما كانش موجود عندنا على الانترنت وكانت الانترنت في وقت من الأوقات في الابتداية كانت بالنسبة لنا سماعة قطة الكمبيوتر بندفع الرسوم عشان خطر ندخلها فإيه الجديد إيه اللي حصل إيه اللي حصل للشخصية المصرية طيب أنا أقول لك إيه الجديد إيه الجديد إيه نحن زمان كنا متربيين معظمة بيوت على إبناء الغلط اضربوا زعقلوا زمان كان السماء السماء المتشرة كانت كده يعني اللي هو عادي يضرب إبن يعني معنى يضربته وهيتعلم حتى المدارس زمان يعني حتى في التسانية كانت درب مباحة كانت درب مباحة صح؟ لحد ما في كندا زمان كانت معادي صحي نفسية عمل تجربة شافوا إن المادة البيضة في مسارع عصبي اللي موجود في المخ تجربة على 30 طفل المادة البيضة دي بدأت تزيد في المسارع عصبي فبدأ عندهم ميور انتحارية وفيه أطفال كتير جدا انتحروا فبدأ يفيه ألارم لا يا جماعة إحنا فيه خطورة فيه خطورة على الأطفال اللي جايين وخصوصا إحنا بدأنا فكرة الأمراض النفسية والاضطربات النفسية إيه ده؟ ما يعنيش ده مريض نفسي ده مطرب بسبب العقاب طبعا ده بيأثر على المادة الكميئية بتاعت المخ هو يطلع لك شخص يا مضطرب عنده نوع من أمراضي والله يا دكتور يعني عادنا لسنوات كتيرة جدا ما شفناش مرضى نفسيين إلا مؤخرا بالضبط بس أنا عايز أقول لك يعني رغم هذه الدراسة وكان فيه عقاب وثواب ولكن ما كانش فيه بدأت تتزايد الحاجات دي بتبدأت تتزايد ممكن يكون التكنولوجيا بدأت تزايد فبدأت يوصلين لهذه المعلومات فبدأت يقول له لا يا جماعة إحنا عندنا مشاكل إحنا لازم على الاعتدال الحب المعتدل يعني ولا قصة شديدة لهو فيه نوع الإزاء البدني أو العنف أو الإزاء النفسي انت كذا ده ما احنا كنا بنعمل كده في المدارس أو البيوت مش ده التنمر أو حتى الأهل يعني إذا أنت مش فهم حاجة الحاجات اللي بي الإزاء النفسي اللي ممكن يأثر هتقول لي فيه بيوت كان بيطلعوا شخصيات سوية عشان هو نوع شخصيته أنا بأس سلوك بناءه النفسي كان قوي هو فيه جزء جيناتك هو شخصيات قوية مع أنه طاغي على السلوك المكتسب من البيئة فهو شخصيات قوية فالموضوع ده تلاشة عشان فيه جزء جيناتك فيه جزء جيناتك هو ضعيف مع البيئة المكتسبة أنه هو دايما فيه التعليف فالتربية الحديثة بتقول لك ولا إزاء النفسي ولا البدن طيب سريعا وختاما ثلاث أو أربع نصائح توجههم لكل رب أو ربة أسرة بيسمعونا تجاه تربية أبنائهم سواء كان بداية التربية أو تعديل ما تم الخطأ فيه ابني لازم يغلط ابدأ بعد ما يخلص الغلط ابدأ أعلمه البديل بعد كده ما تعقبوش من أول مرة عقبوه بتاري مرة وابدأ العقاب المعنوي أنا فش أتكلم معك لمدة نص ساعة بعد كده العقاب المادي احرمه من حاجة هو كان بيحبها بس دين بعد قرار غلط نص ساعة مش نص قرن مثلا لا نص ساعة طبعا على حسب الغلط بس لازم أقوله البديل المرة الجاية يبقى أعمل واحد دين تلاتة أربعة وبعد كده ابدأ عقبو العقاب من جنس العمل ابدأ عقبو مثلا من الحاجة اللي عملها دي يبدأ يعتذر أو يبدأ يشيل من المصروف بتاعه وحطه البديل بعد كده لو اتكرر مغير ضرب بزود العقاب المعنوي بعد كده على عقاب المادي بعد كده ببدأ أعجيله أعباء إضافية جوه البيت فأنا مش بقوله أنا زعلم منك أنا زعلم من اللي أنت عملته بس أنا نسا أحبك عشان الحب المشروط من الصغر بيبدأ ابني يبعد عني ويبدأ يخاف يفقد ثقة بنفسه ويبعد عني فإما هيبدأ يبتزنا عطفيا فيكرر السلوك ده أو بيعمله نوع ملفت الانتباء عشان ما يفقيتش حب ماما أكيد أكيد كل شكرا لك الدكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل السلوك نورتنا وشرفتنا وعرفتنا طبعا عايات كتير في التعامل مع الأطفال شكرا طبعا لك شكرا لك دكتور أسامة وفي النهاية أنا بزود حاجة أنت حر ما لم تضر لازم برضو نعز الثقة يعني ولدنا في نفسهم مش كل حاجة لازم أمشيها على مزاجي لا أسيبه يعمل الحاجة طالما مضرش اللي حواليه وطالما ممكن تكون مفيدة لي قدام اشتركوا في القناة